موسيقى مشاهدين الكرام أهلا بكم إلى حلقة جديدة من آخر طبعة هو الثاني عشر من تموز تاريخ يعود بنا إلى فصل أسود في سجل إسرائيل الدموي في هذا التاريخ من عام 2006 شنت إسرائيل حربا ضروسا على لبنان عرفت بحرب تموز أنذاك كدى لا يسلم حجر أو بشر وبالرغم من ذلك صمدت المقاومة 33 يوما المقاومة الإسلامية الممثلة بحزب الله فاجأت العدوى بقوة الردع المتنامية لديها اليوم تتزامن الذكرى مع عدوان إسرائيلي جديد على غزة النهج لم يتغير طبعا مزيد من الدمار وقتل الأبرياء بحجة منع إطلاق صواريخ المقاومة الفلسطينية على المستوطنات إسرائيل تتجاهل أصل المشكلة وهو تأسيس هذه الدولة عن طريق الاقتصاب وما ترتب عليها من مجازر وتهجير وتفتيت للنسيج الفلسطيني ومحاولات لتهويد القدس وصولا إلى فرض بناء المزيد من المستوطنات ومن تاريخ الثاني عشر من تموز 2006 نفتح نقاشنا مع الكاتب المصري عبدالله السناوي بداية أهلا بك أستاذ عبدالله سيد سناوي هل تسمعنا؟ نعم نعم تفضلي أهلا بك نعم سيد سناوي ما هي أوجه الشبه بين الحربين حرب تموز 2006 وعدوان الإسرائيلي على غزة هذا العام؟ نعم المعنى المشارك واحد وهو استهداف المقاومة المعنى المشارك هو استغلال لحظة تاريخية لتصفية حسابات واسعة أو ربما تقويد أي مقاومة وتقويد القدار الفلسطينية في حالة غزة في العدوان 2008 هذا الأمر يتكرر لكن بعد ذلك كل شيء يختلف المناخ السياسي الإقليمي يختلف الأهداف الأكثر تفصيلية هذه البرة تختلف في المناخ الإقليمي إحنا أمام مشرق عربي تشعل فيه النيران العراق مهدد في وحدته الطرابية أو أن يتقسم إلى دويلات على أسس مذهبية سوريا في حرب إقليمية بالوكالة ويعني لا توجد أي تأفاق لتسوية للأزمة السورية في أي مدى منظور في تحولات كثيرة في المنطقة مختلفة الخليج قلق إيران على واشك أن تصل إلى اتفاق مع الولايات المتحدة الأمريكية خاص بشرحها نوي فنحن أمام تحولات كثيرة إسرائيل وجدت أن أمامها ومرسط مصر بطبيعة الحال يعني في وضع صعب تحاول أن تنملم أنفسها ولبنان عندك قلق وينظر إلى ما يجري حوله في المنشق العربي ويسأل عن مصير والأردن كل المنطقة إما أن تكون مشتعلة أو منعزلة مثل الجزائر والمغرب العربي أو في حالة يعني عدم معرفة إلى أين نحن نذهبون نعم سيد سنوي تحدثت عن إسرائيل دخلت على الخط تحدثت عن اختلاف الأهداف ماذا تقصد؟ لا أنا أتكلم عن أهداف الأهداف هذه المرة إسرائيل تستهدف عدة أمور رقم واحد منع أو عرقلة حكومة الوفاق الوطني الفلسطيني حتى الآن في حكومة لكن لا توجد حقائق على الأرض جديدة تختلف عما عيناه في مسألة الاتقسام الفلسطيني هي تريد أن تكرس الاتقسام الفلسطيني أن تدفع غزة مرة أخرى إلى العزلة أن تقدم أراضي الضفة الغربية وأن تهوض القدس فلا تكون هناك لا مفوضات جارية المسألة المغلقة ولا في مقاومة فالمقاومة تستهدف هذا هو الهدف أن تستغل الانشغال العربي القلق العربي الحرائق العربية في أن توجه ضربة قاسمة في حقيقة الأمر أو تحاول أن تكون قاسمة العلافة جاءت بحجم المقاومة أراضي أن تكون ضربة قاسمة لفكرة المقاومة أو فكرة أن تكون هناك قضية فلسطينية أو وحدة الشعب والقضية حتى لو كانت على درجة من التماسك البسيط بين رمالة وغزة لكنها تريد أن تولي هذه الصفحة بحيث تكون حاضرة في أي ترتبات جديدة للمنطقة أي ترتبات جديدة تريد أن تكون موجودة وتقول أنا هنا نعم سيد سنوي قبل الخوضة في تفاصيل العدوان الإسرائيلي على غزة بقراءة مقتضبة لنتائج حرب تموزة كيف تقرأها أنت؟ أنا أظن أن هذه الحرب كانت حرب ملهمة بالنسبة للعالم العربي قوات مدربة وصغيرة تدافع عن أرضها ونجحت في منع الاختراق البري الإسرائيلي الشعب اللبناني دفع سمن باهز من الاعتداءات الجوية الإسرائيلية على مباني وعلى منشآت وعلى مدن لكنه صمد 33 يوم ولم يستسلم وأظن بشكل وآخر لبنان خرج والمقاومة اللبنانية وسادة صلى خرج في ذلك الوقت بمثل رمزية قوية في العالم العربي لكن ماذا جار بعد ذلك؟ أنا أظن من 2006 ل2014 في 8 سنين ربما لم نحافظ على المعنى الرمزي الكبير الذي تحقق في 2006 وهذا ما يصحق التوقف عنده نعم سيد سنناوي سنستكبل الحوار ولكن سنتابع معا أبرز الصحف العربية مع زميلة بيسان تراف السلام عليكم العدوان الإسرائيلي الغاشم على قطاع غزة عنوان بارز تصدر الصحف العربية لهذا اليوم نبدأ جولتنا مع صحيفة السفير اللبنانية غزة المقاومة تشل إسرائيل كورنت بالمرصاد والموانئ والمطارات مهددة في المنف العراقي عنوانة السفير حقول كاركوك النفطية تفضح البرزاني أما سوريا هجوم جهادي على حلب معركة المونديال غدا لمن؟ من السفير اللبنانية إلى صحيفة الشرق الأوسط أكثر من مائة قتيل وسبعمائة جريح خلال أربعة أيام القسام تستهدف مطار بنغوريون حرب الصواريخ تمتد من غزة إلى جنوب لبنان نفط كاركوك يزيد نار التوتر بين بغداد وأربيل اشتعالا أقترب حكومة الخلافة ضباط بعثيون نقرأ في الشرق الأوسط أيضا تساؤلات حول ما دار في اجتماع المسؤول الأمريكي مع وزير الداخلية الشرق الأوسط تكشف أسباب الغضب البحريني من مالينوسكي وفيها أيضا إحسان أوغلي عصور المد على الرجلين ولت إردوغان يرد على منافسيه أجدادنا وصلوا إلى تونس واليمن من الشرق الأوسط ننتقل إلى صحيفة القدس العربي وفي عنوانها البارز غارة إسرائيلية على غزة كل أربع دقائق ونصف وعدد الشهداء يفوق المئة والقسام تقصف تل أبيب ومطار بنغوريون أوباما يعرض الوساطة على نتنياهو وبلير يتعذر القضاء على حماس الأكراد يسيطرون على نفط كاركوك وبغداد تنظرهم بعواقب وخيمة تكليف الشهرستان بالخارجية محل زباري والصرخ يتعهد بمقادات المالك مقتلوا ثلاثين جنديا أوكرانيا في هجوم صاروخي شنه انفصاليون واحتدام المعارك حول مطار دانياتسك ننتقل من القدس العربي إلى صحيفة القبس الكويتية صمت عربي مريع وشهداء أكثر من مئة ألفا تن متفجرات إسرائيلية على غزة عضوان بري لعزل القطاع عن سيناء صحيفة المدى العراقية بدورها عنوانت برزاني سنتجه لتقرير المصير لو فشلت جهودنا في إنقاذ العراق المرجعية تجدد الدعوة لتنظيم التطوع وتطالب بتعجيل انتخاب الرئاسات نقرأ فيها أيضا ساكو يحذر من انتهاء التاريخ المسيحي في البلاد نختم مع صحيفة البلاد الجزائرية أمريكا تحذر من 11 سبتمبر لداعش بطائرات عربية وفد أمني أمريكي يزور عدة عواصم في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا خبراء الأمن والوقاية لا يستبعدون استعمال هواتف ذكية في تفجير الطائرات العرب يبيعون غزة عدد الشهداء يتجاوز 120 إضافة إلى مئات الجرحة أئمة المساجد يدعون لنصرة فلسطين هذا أبرز ما جاء في عنوين بعض الصحف العربية لهذا اليوم شكرا المتابعة تفاصيل أكثر في برنامج آخر طبعة شكرا لك زميلة بيسان طرف واستكمل النقاش مع الكاتب المصاري عبدالله السناوي سيد عبدالله هل هناك ما لفتك في هذه العنوين يعني هو العنوان المتكرر في أكثر من صحيفة العرب يبيعون غزة الصمت العربي المريع في ظاهرة واضحة طبعا أن مستوى لو أنا حابص إلى آخر الشبكات مثل هذا النوع سواء في 2006 في لبنان أو 2008 في غزة نفسها ثم العدوان الأخير في 2012 في كل هذه الأمور كان مستوى التضامن الشعبي العربي أكبر التضامن الرسمي تقريبا تقريبا هو نفس الكلام الحقيقة لو فيه حد أشبه حدش بالغ يعني أرجوكي راجعي مستوى التضامن الرسمي العربي في 2006 مع لبنان هو تقريبا اللي بيحصل النهاردة مع غزة الفارق الكبير في كل مثل هذه المواجهات هو أن مستوى التضامن والشعبي والغضب الشعبي أكبر بما لا يقاس فأنت هنا أمام مشكلة تحتاج إلى تفسير إذا كان الأمر يتعلق بالنظم العربية فالأمر مفهوم في الماضي وفي الحاضر وربما في مدى مصدور بالسقبلا يعني لكن في الحالة الشعبية أعتقد أنه في حاجة إلى تفسير نعم نعم سيد سنوي بالحديث عن الحراكة الشعبي ولكن قبل ذلك تحدثت عن متغيرات إقليمية ودولية كادت أن تصل بعضها إلى تغيير الخارطة الجيوسياسية هل وصل هذا التغيير إلى حد يطال القضية الفلسطينية وهي قضية مركزية بطبيعة الحال يعني في الحقائق الأساسية خلينا نفتكر أن القضية الفلسطينية أصلا متراجعة فإذا أنت بتكلم عن متغيرات فإحنا بتكلم تحديدا هو استثمار الوضع الإقليمي والوضع الدولي ووضع الانقسام الفلسطيني والتفكيك وحدة الشعب والقضية بين الضفة وغزة والشتات وفلسطين 48 في التراجع موجود لكن هناك من يريد أن ينهي في هذه اللحظة أو يعطي إشارة البدء لعملية إنهاء القضية الفلسطينية لا في مقاومة مسموح بها وتصفيت أي مقاومة ولا في تفاوض يعني تحفظ ماء الوجه الوجه ما فيش تفاوض وما فيش تنزلات لأنه ليس لدى العرب أو ليس لدى الفلسطينيين الموقف السياسي والأخلاق الحقيقة المتماثك الذي يجعل أنهم في وضع أسوح لهم بفرض شروط نعم أنت تتحدث عن إسرائيل هذا الوضع الإقليمي أنت تتحدث عن إسرائيل وهي التي تريد إنهاء القضية الفلسطينية أم أن هناك أطراف أخرى نعم فأنت لما بتكلمي الأضافة الفلسطينية أصلا متراجعة لكن تظل هي بيدان المنطقة نمرأ اتنين أنت عندك المصر في وضع يعني بتحاول أن تتباسك وتخرج من أوضحها الصعبة المشرق العربي تقريبا في حرائق في كل مكان ومشروع النيهار كامل وإعادة تقسيم وإعادة رسم خرائط وإنت في الأخبار بتناشي إسراع في كاركوك والنفط اللي في كاركوك أنت بتكلمي عن تحولات كبرى ولا يوجد عالم عربي لا يوجد عالم عربي فيما تعلق بسوريا ولا يوجد عالم عربي فيما تعلق بالعراق ولا يوجد عالم عربي فيما تعلق بغزة بمعنى أن الجامعة العربية ليست موجودة ولا توجد قرات يأخذها أحد على محمل الجد والأطراف الإقليمية أو الأطراف الدولية الفاعلة لا تجد طرفا عربيا يقدم رؤية بإسم العالم العربي أو إن ممكن نتوافق على شيء يعني في حالة تصدع كبير السبب اللي خلى إسرائيل تعتقد أن اللحظة مناسبة لضرب المقاومة لكن لو حد حيبص الحقيقة وحنبص بعد كده وحننظر في الأثار والتدعيات ربما تكون ما فعلته إسرائيل حماقة كبرى نعم وهنا سوف أشعر اشتركوا في القناة 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 إطار الأداء العام الشكل أفضل لكن أكثر من الشكل بحيث إلى المضمون بحيث إلى البرامج بحيث إلى التوحيد الفعلي بحيث العودة مرة أخرى وهذا هو مناة الفشل والنجاح اللي هو الفكرة الأساسية في تأسيس منظمة التحريف الفلسطينية وحدة الشعب والقضاء بحيث أن الشتات والضفة وغزة و48 في بناء موحدة بناء على قيادة ورؤية مشاركة إذا لم نصل إلى هذه الدرجة في ظروف جديدة وأمام تحديات أشد وأعنف سواء في إطار المنظمة أو حتى في إطار السلطة لكن أفاق السياسي يكون إيه؟ أظن هو دي البعيار إذا هو أقل من كده مفيش يعني ما يوحد الشعب الفلسطيني على الأقل على برنامج حد أدنى أو برنامج السياسي متوافق عليه فإحنا أمام عملية تحت الأزمة وحدة تحت أزمة الأطراف تحت أزمة غزة تحت أزمة تراملة وليس تحت أفق التحرير وبناء الدولة وإكتساب الحقوق وصد مخاطر التويد أنا أظن إذن الانتفاضة الثالثة تنتظر تماسك لست في شغل كثير ويحتاج الدية أكثر نعم إذن الانتفاضة الثالثة تحتاج إلى تماسك بالعمق أكثر نعم نعم أنتقل من الدخل الفلسطيني إلى مصر ما هو رأيكم بالموقف المصري الرسمي وتحديدا الآن لأنه في عهد عبد الفتاح السيسي نعم نعم يعني أولا خلينا نقول إذا أنت بشكل عام عاو ستكلمي هو أقل مما هو مطلوب بكثير نعم أنا أتحدث عن العدوان على غزة نعم عن العدوان على غزة نمر اتنين ربما أنا أقدر أتكلم على أن وضع صعب موجود في مصر والملفات كلها مفتوحة فإذا سألت عن الموقف المصري في غزة وهي لها أولوية كبيرة لأنها على الحدود ومشكلة أساسية يعني دي جزء أساسي في أي نظر إلى المثقبل المصري نفسه لكن نفس الكلام بأنه أقل في حال سوريا وأنه أقل في حالة العراق وأنه أقل في المنطقة بشكل عام فأنت تتحدثي عن دولة في وضع صعب للغاية اقتصاديا وأمنيا وتتجاوز مشاكلها وسلطتها تثبت على الأرض وتتطلع إلى علامة العربية أنا أعتقد أن السياسة الخارجية تحتاج المصرية تحتاج أن تكون أكثر نشاطا وأكثر تأثيرا وأكثر فعالية لأن انفتاحها على علامها العربي ولاعب دورها في الحفاظ عليه يعني أن تحفظ بصيره وأن تحفظ خرائطه أنا بأصور أن هذا سيشاعد في أن تتماسك داخليا بصورة أكبر عندما تتقدم مصر لدرء العدوان على غزة فهي تحمي الوحدة النسيج المصر الفلسطيني الوحدة النسيج بين غزة ومصر كانت في مشكلة وهذا يسمح بحفظ أمنها بصورة أفضل فهي تدافع على غزة وتدافع نفسه في نفس اللحظة وأعتقد أن السياسات المتبعة حتى الآن تقصر عن تحقيق لا المصالح الفلسطينية ولا المصالح المصرية نعم سيد سنو سوف نتابع أيضا هذا النقاش ولكن بعد أن نتابع الصحف المصرية وعنوين الصحف المصرية مع زميلنا محمد العارف أهلا بكم في جولة صحفية جديدة نستطلع فيها أبرز ما جاء في عنوين صحف القاهرة الصادرة في هذا اليوم ونبدأ من صحيفة الوطن غزة الصائمة تقاوم بالشهداء والسواريخ وإلى صحيفة المصر اليوم نطالع غزة مأتم كبير 108 شهداء و800 جريح والقسام تقصف مطار بن جوريون والكويت تدعو لقمة عاجلة وفي صحيفة الجمهورية نقرأ إسرائيل تبدأ الهجوم البرية على غزة ومصر ترفض التصعيد وننتقل إلى صحيفة الشروق التي عنوان الصفحتها الأولى القاهرة تسعى لإنجاز صفقة تهديئة دائمة في قطاع غزة وفي اليوم السابع 500 طن مساعدات غذائية وطبية من مصر لغزة وفي صحيفة المصر اليوم مخطط لإخلاء القاهرة إداريا خلال خمس سنوات وفي صحيفة الفجر صندوق النقد الدولي يقول رجال الأعمال في مصر يتهربون من دفع 645 مليار جنيه ضرائب وفي صحيفة التحرير نادي القضاء يقول لم نرفض تطبيق الحد الأقصى للأجور وأخيرا من صحيفة الأهرام مشروعات مصرية جديدة في إفريقيا والحكومة تبدأ في استصلاح أربعة ملايين فدان وبهذا الخبر نختتم هذه جولة في عنوين الصحف المصرية الصادرة في هذا اليوم شكرا لحضراتكم إذن نشكر زميل محمد العارف ونتابع نقاش مع السيد عبدالله السنو هو الكاتب المصري سيد سنو تعودنا في الحروب الإسرائيلية السابقة أن يكون هناك وسيط لمحاولة التهدئة هل هذا الوسيط متوافر في هذا الوقت وخلال هذا العدوان؟ نعم قبل الوسيط أولي بس أريق ليه ملاحظات أساسية أو ملاحظات أساسية على أعلوين الصحف المصرية نعم اليوم في هذا الصباح هذه هي الأعلوين الأكثر وضوحا والأكثر انحيازا والأكثر رفضا للعدوان إلى إسرائيل بمعنى أن ما كنت أتحدث عنه أن نحتاج ربما إلى بعض الساعات الإضافية لحدوث حال التنبه لمستوى الخطر أنا أظن دخول الإعلام بمتفعياته السقيرة وهو مؤثر جدا في مصر إلى خط المواجهة أنا أعتقد هذا إضافة رقم 2 في المستوى الرسمي فيه تحسن أنا كنت أتمنى من أول لحظة يكون موقف أكثر حسبا لكن فيه تحسن في المستوى الأداء بالكلمة عن المعونات 500 طن معونات طبية وغزائية لكن أنا أعتقد نحن نحتاج إلى أن المصابين والجرح الفلسطينين يتتاح له بفرصة النقل السريع إلى المستشفات المصرية ونحتاج وهذا هو سؤالك إلى دور سياسي أكبر لوقف العدوان وربما يكون الأجدى الدعوة إلى قمة عربية أو الاجتماع على المساوى الوزاري وأن يكون لك موقف عربة واحد لأن الدور المصري في الوساطة إذا جاز هذا التعبير أو في الحركة أو في الضغط أو في الاتصال بالأطراف المختلفة كما قال الرئيس السيسي لن يكون مؤثرا إلا بعالمه العربية مصر فتكون مؤثرة وقوية في ظل عالم العربية أن يجتمع العرب وأن يكون هناك موقف واضح حاسب فيه حد بيهدد فيه حد عده في حد للآخرين في العالم فيه دمر صالح في العالم العربي فيحسوا أنه في حد لي قضية أنا أظن المشكلة الكبيرة في الوضع المهله الذي نحن عليه أنه ما فيه حد حاسس في الإقليم أو في العالم أنه فيه ناس أصحاب قضية وبدفع عنها ولهم صوت بسموع ولهم صوت مؤثر أنا أعتقد الوساطة ضرورية لكن تظل أو وقف العدوال على غزة بمعنى أصحي لأن دور مصر يفروض أكبر من وسطها بكتير لكن أنا بتصور أن هذا لن يكون مؤثر إلا بوجود العالم العربية حول مصر ودعوتها للاعب هذا الدور عبر جمع العربية عبر اجتماع وزارة عبر قمة عبر أي صيغة نعم مزراء خارجية الدول العربية أنا أعتقد أن هذا ضروري نعم مزراء خارجية الدول العربية سوف يعقدون اجتماعا يقال بأنه طارق يوم الاثنين المقبل لبحث تداعيات العدوان على غزة بداية هل يمكن إطلاق صفة طارق على هكذا اجتماع وماذا يمكن أن يقدم العرب لغزة ولأهلها طيب أنا بقترح عليك لو أجينا من الاثنين للخميس هل ممكن كمان نسميه طارق نحن نتكلم على فيه عدوان وفيه ضحايا وفيه تعنف وعنف وحمقة قوة إسرائيلية ولا يوجد رادع ولاية المتحدة تغض الطرف عن العدوان الإسرائيلي والاتحاد الأوروبي كأنه لا يرى شيء وأقصى حاجة قالتها مفوضة حول الإنسان في الأمم المتحدة قالت أنها عندها شكوك في أن إسرائيل لم تلتزم القانون الدولي في العدوان على غزة فيه خرقات للقانون الدولي فأنت أمام واضح لما نيجي في ظل هذه الأوضاع ونقول طارق ويؤجل أنا بأظن الكلام عن يوم الاثنين طبعا حنقول حاضر مفقين ولكن ليس متأخر هذا التاريخ لكن الحقيقة كان يجب أن يعقد طارق كان يعقد النهاردة كان يعقد أمس ده ناس بعدها إحساس بأهمية الوقت فيه ناس بتموت فيه بيوت التدب وفيه معاناة لشعبها تحت القصف وفيه شعب مهدد بالاكتياح البري يعني بسقوط ما قطد الشهداء والضحايا فيه فيه احتمال كبير يعني إذن كيف يمكن أن نفسر هذا التأخر للدور العربي قلة الهمة قلة الهمة وغياب التصورات فيه ناس عندها سعور أن هناك أزمة كبيرة هي مطالبة أمام صعوبها أن تتحرك وأن تقول شيئا لكن ليس لديها في حقيقة الأمر شيء تقوله أو همة للحركة أو اعتقد أن هذه هي قضياتهم فعلا يعني أنا أظن لا فيه تصورات ولا فيه همة وديه المشكلة للاجتماع الوزاري الطارق الذي يمكن أن نسميه طارق من باب التدليل نعم سيد سنوي ومن الدور العربي إلى الدور الدولي مجلس الأمن عاجز على اتخاذ قرار جذري يدين الانتهاكات الإسرائيلية أو العدوان أو يعطي موقف ما حول هذا العدوان هل يمكن أن تتغير هذه الصورة مع الأيام المقبلة؟ يمكن بس يمكن لها شروط بوضعية الشرط الأول أن يتبدأ أن إسرائيل في مأزق كبير فالأطراف الدولية سوف تتحرك ليس الإنقاذ الفلسطينيين بل إنقاذ إسرائيل من مأزقها أنها عوصة تتقدم بريا وقد تلحق بها خسائر حج بالسواريخ وبالسوارات التقنية العسكرية التي جوا بها بها يزر بخسائر وإلحاق أضرار بالبنية العسكرية والتحتية الإسرائيلية وترويع أو يعني شاعة جواب الخوف في إسرائيل لكن الخوف اللي في غزة يعني هم مش مهتمين كتير به يعني فأول شرط أن الحق ضرر أكبر بإسرائيل أثناء العمليات يستدعي تدخلها دوليا لإنقاذها الشرط الثاني أن يتحرك العالم العربي إعلامه والإعلام مهم جدا إعلامه وقوات سياسية ونقبه ونصب الحكم يعني تتحرك بصورة أفضل وأكثر تماسكا فهذا ربما يقلل المعاناة الفلسطينية يعني ويقصف فترة العدوان يعني أنا أظن شروط موضوعية يعني إلا ما تتحقق أنا أظن إسرائيل سوف تمضي في مشروح العدواني إلى آخره نعم إذا أردنا أن نختصر بكلمات قليلة هل يمكن أن يؤسس هذا العدوان لمرحلة مقبلة تختلف عن المراحل السابقة خصوصا بالمفاجآت التي تعطينا إياها المقاومة الفلسطينية لا أنا يعني كان نفي وأود أقولك أنه سوف يؤسس ما سوف يؤسس المرحلة المقبلة كلها هو ما يحدث ومصائر المشرق العربي العراق الدولة العربية السنية مصرها سوريا التي كانت تنصف منها قلب الأمة العربية مصرها الخرائط الجديدة مواضين القوى الأدوار الإخليمية ومصير المشرق العربي بلتكلم كمان على لبنان لكن الميزان هو القضية الفلسطينية منذ 48 حتى هذه اللحظة ميزان المنطقة القضية الفلسطينية قضية العرب مركزية جايز ما بقيتش قضية العرب مركزية بالنحية الفعلية لكنها ميزان المنطقة النقطة الأساسية فالمقاومة سوف يكون لها دور في ضبط الميزان بصورة محدودة لسلح العرب لكن مصير فلسطين ومصير العرب أنا أظن بيتقرر فيما بعد حرائق النار المشعلة في المشرق العربي نعم سيد سنوة حدثت عن العراق ووزير الخارجية المصرية لقد زار بغداد بالأمس ودعا إلى مؤتمر لأطراف الأزمة العراقية أو اقترح اجراء أو عقد مؤتمر لأطراف الأزمة العراقية هل يمكن أن نفهم بأن مصر سوف تقوم بدور ما لتوحيد الجهود في محاربة الإرهاب هل هناك من دور جديد تحاول مصر القيام به مصري أي دولة عربية ولا بستغرب لماذا لم توقع قمة عربية من أجل العراق وهي في وضع شديد الخطورة رغم أن أي قمة عربية أو أي عربي وعربي آخر حتفق على حاجتين مش محتاجة عبقرية عشان نفق من أي عربي حيوفق على حاجتين أنه حيكون ضد الإرهاب والعنف وتمندده في مينة المجتمعات العربية وأنه حيكون بصورة صارمة مع وحدة العراق والتأكيد على طرابه لكن أهمية القمة أنها تخلق وضع عربي شبه متماسك يسمح للعرب وإذا كنت عاوز تتكلم عن مصر وتتكلم عن دول محورية أخرى في الخليج وفي غيره يبقى يسمح اليوم أنهم يتكلمون مع القوى الإقليمية والقوى الدولية المتداخلة في الشهاد العراقي بصورة ندية وبصورة مؤثرة وبصورة يسمع إليها يعني أنا بأظن النبرة لو أنت عاوز تتكلمي عن اقتراح وذير خارجية هو اقتراح في محله وأنا شايف أنه مناسب جدا أنه في طرف عربي القاهرة إذا أراد أن تتقدم فهذا موقف إيجابي نعم كيف تفسر حضرتك هذا التحرك المصري تجاه العراق تحديدا ولما لهم الخصوصية لا العراق وفلسطين أنا أعتقد أن الموقف المصري يتحسن تدريجية في إدارة الملفات المنطقة يعني هو لما ما تحركش في العراق أنا وكتير قوي يكلموا وكتبوا أين الدور المصري لأن دي مسائل استراتيجية بيسميها إدارة المصالح استراتيجية ما فيش حد بتصور أنه قاعد جوا حدوده وما لهش علاقة بعالم العربي وأن الأطراف الأخرى سوف تتركه في حاله ومش هيحصل فبالتالي أنت صاحبة مصرحة والعراق صاحب مصرحة طبعا لكن أنت صاحبة مصرحة التقفي معه في القدرة فلسطينية أنت صاحبة مصرحة في أي دولة عربية صاحبة مصرحة في نصر الشعوب العربية الأخرى مش مجرد عواطف قومية وهي ضرورية ولا كلام عام عن المصير المشاركة فيه مصالح محققة لأن انقسام العراق وتقسيمه سوف يفضي إلى انفجار هائل في المنطقة ولن تبقى دولة على حالها أوشف نعم إذن أتحرك المصري إذن أتحرك المصري ينطلق من خلفية ضروري ضروري والتأقر فيك الخطأ نعم إذن أتحرك المصري تجاه العراق ينطلق من خلفية المصالح العربية المشتركة الكاتب المصري عبدالله السنوي شكرا جزيلا لك ختاما إلى اللقاء اشتركوا في القناة